اشتركوا في القناة ايضا سان فرانسيسكو وكل تحذيرات الارصات كلها عندنا في امانات كتيرة من كاليفورنيا بموضوع طبعا الامطار في الاماكن العادية الاماكن فيها مرتفعات السلوك نزلت بشكل كبير جدا سلاسل الجبال في كاليفورنيا غطتها السلوك مع معدل ايضا طبعا الفيضانات والانهيارات الارضية والحوادث برضو يا جماعة كان فيه تحذيرات في بعض المناطق اللي مافيش حاجة ضرورية ماينزلش سوق فعلا الطريق كان الحقيقة يعني انا سكنة بعيدة عن الكرمة كتير وانا جاية بجد فعلا كانت الامطار مخلية الواحد مش شايف حاجة خالص على الطريق السريع فعشان كده يعني بس عشان نحافظ على وقتنا مع حضراتك ووقت برنامجنا المهم لكن بجد اللي مافيش حاجة مهمة يفضل انه ماينزلش ويتابع برضو الارصاد بكرة ان شاء الله وكان فيه اوامر باخلاء اماكن كتيرة بسبب طبعا موضوع علشان يتجنبوا هذه العصفة الخطيرة زي ما انتو شايفين دي برضو سكرامنتو ده سكرامنتو بصوا الشكل ايه يعني ايوه العربية دي ده العربية بصوا وكانوا طبعا قالوا ان الشخص اللي انقذوه اللي طلعوه من تحت العربية دي من تحت الاشجار دي حالته خطيرة يعني فعشان كده بقول لحضراتكم اماكن كتيرة يا جماعة في كاليفورنيا جنوب وشمال المناطق اللي هي فيها التضررات كلها مناطق سان فرانسيسكو سكرامنتو اللي حواليها وتحذيرات بانه ما فيش حد برضو اماكن في لوس انجلوس واماكن في سان دييجو فمن فضلكو تاخدوا بالكو تحذيرات الارصاد بتبقى حقيقية فحاولوا انه ما يبقاش فيه خروج الا للضرورة القصوى والتغيرات المناخية برضو بتضرب طبعا مماكن كتير زي ما كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ربنا يحافظ على الجميع اشتركوا في القناة